كان في أسد عيش في الغابة معاه حيوانات كتيرة عيشين معاه والأسد كالعادة كان بينزل علشان يصطاد يأكل الأكل بتاعه وينظف البيت بتاعه في يوم من ذات الأيام فكر وقال في نفسه إزاي أنا اللي بنفسي أروح واجيب الأكل علشان أكله هو كل يوم أروح أصطاد وكمان أرجع أروأ البيت بتاعي ده أنا ملك الغابة يعني المفروض أعط كده وكل الحيوانات في الغابة هي اللي تجيلي وتخدمني أمه ليه؟ أمه الملك إزاي؟ يا حيوانات الغابة اجمعوا أنا صحيح أسد كبير وعظيم لكن كبرت وصحتي تعبد شوية وبقتش قادر أصطاد وأنظف عريني علشان كده كل واحد في الغابة هيكون لي دور علشان يأدي ناس تروح تصطاد وتجيب الأكل لحد عندي وناس تنظف بيتي فهمين؟ ظقر الأسد بصوت عالي جداً خافت كل الحيوانات وما كانش عندهم رد ولا أي حاجة وطبعاً وفقه على كلام اللي قال عليه الأسد مليك الغابة يا تعمان عجبك الكلام ده إزاي توافق عليه؟ هو أنت أليل في الغابة إذا أنت بلفة واحدة تقصر وتقضي عليه إيه؟ ومحي هل جيزب هل مين لو حصل حاجة؟ ولا تعورت ولا تخبطت ولا تضربت؟ ضربت؟ اضربت إزاي إذا أنت طولك ما شاء الله مترين؟ إزاي توافق على الحاجة كده؟ أمرنا لله بقى خلاص ما كل وافق عجبك كده؟ عجبك كل بيحصل ده؟ عجبك يا ست يا زرافة عجبك يا أستاذ يافيل؟ بصراحة الوضع ده ما يرضيش حد هو عايزنا نخدمه الوحد ولا إيه؟ حاجة غريبة خالص أنا كمان وراي أشغالي وحاجاتي وهو عايزنا ننظف مكانه ونجيب له حكته طب أنا أعمل حكتي إمتى؟ أهياني مش قادرة أخي نفسي صباح الخير يا مولايا الملك كل يوم تأخير بعد كده أصحى ألاقي عاريني متوظف حاضر حاضر ما خلصت يا مولايا خلاص تؤمر بأي حاجة تانية؟ أنا من الفجرين شايا وتعبانة سايب عيالي في البيت تعبانين وجايا أهو بجري علشان ألحقك يا مولايا الملك مليش دعوة بيكي ما تتأخريش وخلاص حاضر يا مولايا الملك أخلي بالي المرة جاية ومش حط أكثر النهاردة جيه موعد الأرنوبة الكبيرة علشان تروح تنظف بيت الأسد وقالت لمنتهى الأرنوبة الصغيرة يا حبابتي أنا رايحة للأسد دلوقتي علشان أروأ وأنظف للبيت خلي بالك من نفسك ماما أنت تعبانة قوي أنا هروح بدالك ما تخفيش علي هيا إزيك يا فيل أنت حكمك كبير قوي أنا مستغربة بصراحة أنت إزاي بتخاف من الأسد الأسد برضو ملك الغابة وإحنا كلنا بنخاف منه وعشان كده لازم نسمع كلامه بصراحة بصراحة أنا مش عارف أعمل إيه أنا لو ما سمعتش كلامه ممكن يؤذيني ولا يهجبني لا لا أنت غلطان خالص لازم يخدم نفسه ولو هو فعلا عجوز وصحته تعبانة يبقى واجب علينا أن نخدمه لكن هو بيضحك علينا وأنا النهاردة هتدي له درسي خليه ما يتحكمش فينا تاني خالص إزايك يا تعبان أنت طويل وسريع أوي ممكن تستخبى من الأسد ليه بتعمل في نفسك كده؟ أنا بصراحة بخاف من الأسد ليه أكلني أوي يأذيني أعمل إيه عندي أولاد؟ أنا عندي خطة تعال قابلني عندي البحيرة بعد الظهر يبي دوبك أخلص بقى حاجة ورايا وأحصلك على البحيرة على طول في انتظارك يا تعبان صباح الخير يا نمور الغابة إحنا عارفين أن أنت قوي يا نمر ليه مش بتقف قصاد الأسد وتخلصنا منه علشان ما يتحكمش فينا تاني أنا نمر قوي صحيح لكن ده برضو ملك الغابة ما نعرفش نقف قصاده صباح الخير يا ملك الغابة معلش اتأخرت عليك شوية أصلي وأنا ماشية لقيت ملك الغابة تاني وطلب مني شوية طلبات رحت يبتهاله على طول ورجعت تاني أخذ الأرنب الأسد للبحيرة علشان يوريه ملك الغابة التاني يا ملك الغابة بص في البحيرة وهتلاقي الأسد التاني اللي قلتلك عليه وبص الأسد في المية شاف صورته غضب الأسد وأمنط في المية علشان يقضي على الأسد غريمه لكن ما تنش فيه أسد ولا حاجة غروره أعمى بصره وخلاه يتخيل إن فيه أسد في المية قصت الحيوانات الأسد اللي فهمت دارس وقال شكراً إنكم أنقصتوني أنا فهمت إن القوة مسئولية مش جمن وتخويف يعني مش هترجعت إذينة تاني وهتسيب الحيوانات في حالها فرحة النوبة وفرحة كل حيوانات الغابة وفرحة مامة النوبة بقى النوبة إنها كانت شطرة وزكية وكمان إن كل الحيوانات رجعت تاني تعيش حياتها الطبعية كانوا مبسوطين وفرحانين وفي الغابة متهانين اشتركوا في القناة